هل يكون قانون السير الجديد سبباً كي يوقف ديفيد لترمان وأمثاله السخرية من شوارع بيروت والقيادة فيها وأخيراً صدر القانون مكاتب تعليم القيادة ستتحول إلى معاهد وعقاب المخالفات غرامات والسجن هذا القانون صدر بالعام 2012 حل محل القانون الأديم صدر عام 67 وقته كان فيه 70 ألف سيارة بعد 45 سنة طلع هذا القانون يلي بنأمل أنه يكون قانون متشدد إن شاء الله شريعة الغاب الموجودة على طرقاتنا تغيب لأنه سائقي الباصات والشاحنات بعد الأوقات بيضحشوا على السيارات والسيارات بيضحشوا على الدراجات والحلقة الأضعف على الطرقات في لبنان هي المشات المخالفات المهمة مثلاً هي القيادة دون رخصة دون إجازة صوق هذا الشيء بتسبب على الغرامة الفئة الخامسة يلي هي من مليون إلى 3 مليون وبالإضافة للسجن من شهر إلى سنتين عندنا الدراجة النارية إذا تسير على دولاب واحد يلي هي كمان قداش خطورتها وقداش بنسمع حوالي السير مأساوي لسائق الدراجات النارية ويلي بيكون بيرافقه كمان هيدا بنطبق عليها الفئة الخامسة إذا نسبت الكحول بالدم واحد جرام برليتر بالدم كمان تنطبق عليها الفئة الخامسة كل سائق يعطى 12 نقطة عندها المخالفة تبعاً لخطورة المخالفة كمان بسحب النقاط تصعودية أراضي المشرع أصحاب المدارس والمدربين يكون عندهم اختصاص يلي هو سنتين بعد البكالوريا الاسمتانة أو البكالوريا الفنية تيطلع معه اختصاص مرور طيب شما صير اللي أصلاً هلأ موجودين بالمكاتب وهنا ناس كبار السن صاروا يعني بطلعون يتعلموا مما عنها المميزات الكبار حالياً الموجودين بيبقوا موجودين سيخضعونها لدورة سريعة وحدة المرور تتطلب مسؤولاً فهل يكون عقبة؟ وضع الوحدة حيث تطبيق إلى عدة مراحل وهذه المراحل قابلة لأنه الموافقة عليها تمت على أعلى المستويات بالدولة اللبنانية لإنشاء وحدة بحاجة لإنشاء وحدة المرور في لبنان لا هي ترعى تطبيق الأنو وتنظيم السير في لبنان هي حرب مقنعة وغير متكافئة بين السيارات وأرواح الناس فهل يعدل القانون الجديد كفة الميزان؟ القانون صدر لكن العبرة في التنفيذ فعندما يتوقف الأهالي عن إجلاس أطفالهم معهم في المقاعد الأمامية بينما هم يتحدثون على الهاتف أو عبر الواتساب عندها يكون التطور المنشود قد تحقق فاطمة قاسم قناة الجديد